من جديد كل التحيار كل مشاهدينا مشاهدة ومتابعة شاشة حنات النادر إهلي في كل مكان يوم الحلم داية حلم جبير جداً بيتحقق لكل من ينتمي للنادر إهلي وأبناء النادر إهلي ليسوا قاصرين على من ارتدى قميص النادر إهلي لكن معنا واحد من أبناء النادر إهلي وانا بعتزي بيه شخصياً لإني واحد من أسات ذاتنا وإحنا كلنا بنعتزي إحنا تتعلمنا على ده دكتور محمد العادل دكتور برحب حضرتك على شاشة تقنات النادر إهلي كواحد من أبناء النادي الأهلي اللي بيفتخر بانتماؤه لمنظومة كبيرة جدا هي منظومة أبناء النادي للنادي الأهلي وجمهير النادي الأهلي النهاردة بتعيش لحظة تاريخية من اللحظات اللي الكل بيتمنها أولا أنا في يوم تاريخي ويعني مش قادر أوصف ساعاتي ساعاتي بإني تم دعوتي في أن نحضر هذا اليوم التاريخي ودعى المستوى الشخصي وعلى مستوى الأهلي والأهلوية إحنا بنحق حلم حلم نبي من وإحنا عيال صغيرين جدا ما كناش فهمين يعني إيه نادي يبقى الأستاذ النهاردة إحنا مستوعبين ده أوي إحنا في حتة تانية خالص النادي الأهلي في مكان يليغ بيه ويليغ بمكانته ويليغ بهذا الكيان سعداء جدا 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 بهذا اليوم التاريخي وبهذا اليوم العظيم وبمساندة الدولة للنادي اللي يستحق هذه المساندة دكتور عايز أخذ من كلام حضرتك نقطة مهمة جدا وعنوان مهم وإحنا داخليين مكتوب شكرا فخامة الرئيس السيد الرئيس عفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لدعمه للرياضة المصرية والمنظومة الرياضة المصرية وأيضا حالة الطفرة الإنشائية اللي بتشهدها الدولة المصرية أنت ما تقدرش تعمل هذا الكيان وهذا الاستثمار العظيم جدا وأنه يبقى لي دون أن تكون الدولة محتضناك وبالتالي نحن بنشكر كل من هم في هذه الدولة من أول سيدة الرئيس وحتى أصغر موظف بيمضيلك على ورقة أنه ساعد وساهم في هذا الكيان العظيم وأنه يبقى عندك استداد وأنه يحقق لك علمك ولي القيادة إغر أنه يتحقق حلم شعبها وبالتالي إحنا جماهير الأهلي بنتوجه بالشكر لكل القائمين على هذا الوطن في أنه يبقى لنا استداد ويبقى لنا كيان وأكيد الدولة مش هتعمل ده إلا مع من يستحق دكتور في النهاية كلمة الكابتن الخطيب قال ده حلم من 50 سنة كنا بنعيش وكنت بتمنى الحلم بيصبح حقيقة والنهاردة النادلالي بيشهد طفرة إنشائية أيضا في ظل برنامج عائلة النادلالي اللي أعتقد تم الانتهاء من 99% من المشاريع الإنشائية اللي حطها الكابتن ووعد بالكابتن الخطيب في برنامج عائلة النادلالي هو حلم 50 سنة بالنسبة له لكن أنا أعتقد أنه حلم من يوم ما النادي تم إنشاؤه وهو حلم وأحلامنا النهاردة بتتحقق وحنبتدي من بكرة نحلم بأحلام أكثر إشراقا وأكثر إنتاجية لهذا الوطن هنحلمها وبإذن الله هنحققها وألف ألف مبروك للنادلالي والقناة النادلالي وكل من ينتمي للنادلالي أشكرك يا دكتور وشرفتنا ونهاردة متشكر جدا مرسي دك اللي خانم أدو الدكتور محمد العادل أعتقد كلام طالع من القلب وزي ما قلنا أبناء النادلالي في كل مكان موجودين من جديد تعود الكلمة للزملاء في الاستوديو شكرا يا فاروق